مراقبة الأداء الحكومي وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان هدفان تسعى القوى السياسية الناشئة على تحقيقهما بعد أن حصلت على تمثيل النيابي هو الأفضل على مستوى صعود الشخصيات المستقلة في الانتخابات الأخيرة الآن قضية المعارضة قد تكون متعذرة في العملية السياسية والسبب أن نضوج العملية السياسية يحتاج إلى وقت وبالتالي قضية المعارضة أعتقد هذه هي مستبعدة نعم ممكن أن يكون هناك دور للجان داخل البرلمان العراقي في تعديل مسار الحكومة لكن هذا حقيقة سوف لن يحل القضية للمرة الأولى منذ انتخابات عام 2005 تدخل قوى سياسية من شمال العراق في تحالف سياسي معلن مع قوى سياسية من جنوبه هدفها تشكيل تكتل معارض داخل البرلمان يعمل على تصويب العمل الحكومي بعيدا عن ضغوطات رؤساء الكتل النيابية لسنا ضد أحد وداعمين لكل من يريد الإصلاح للبلد وكل من يريد إصلاح للمواطن سواء كان في أقليم كرسانة وفي العراق وتحالف من أجل الشعب سوف يكون رقيبا لخطوات الحكومة القادمة ومبدئيا ونهائيا أعلننا في بيان رسمي وفي ميثاق الشرف أننا سوف نكون معارضا ورقيبا على جميع خطوات الحكومة القادمة ورغم أن القوى التقليدية تمنى النفس بكسب ود شريحة المستقلين الفائزين إلا أن هذه الأمنيات لم تتحقق بعد أن حسمت هذه القوى تحالفاتها بشكل شبه نهائي وبحسب متابعين فإن نشوء معارضة فاعلة داخل البرلمان سيسهم في تصحيح مسار العملية السياسية التي لم تشهد معارضة حقيقية طيلة الدورات النيابية السابقة حيدر الأسد اسكاين نيوز عربية بغداد